موسيقى مرحبا لأنها الإذاعة لأنها أم الإذاعة ولأنها صاحبة تاريخ إعلامي مشرف ولأنها رفيقة اللبنانيين كل اللبنانيين بالوطن والمهجر بالحرب والسلم بيجي تكريمة كشكر لتعب فريق عمل اشتغل بجهد وجد ومن اجتهده وجده حفل تكريم صوت لبنان قبل التكريم رح نحكي عنه اليوم بحلقة منا وقلنا وفينا صوت لبنان ارفقت كل بيت واكبت الحضارة وصارت صوته صورة يعني ما ختيرت بالعكس شب شبت ولأنها من الأول بالأول بتبقى فخر لكل إعلامي قاعد قدام مايكروفونا أو شاشتها بحلقة اليوم من انترفيو بصرني استقبل ورحب برئيس مؤسسة أرض المبدعين ورفقة المجتهدين كمان الأستاذ كمال بكسيني بصوت لبنان لنحكي عن تكريم صوت لبنان هلا فيك استاذ كامال هلا فيكم هذا شي بيشرفنا أكيد لأنه صوت لبنان ومش بس صوت الحرية والكرامة وصوت الصدر وصوت الشفافية وصوت نقل الخبر الصح أو صوت طابعة لبنانية من أول من أول فعلا يعني تاريخ مشرف متل ما بيقولوا ولأنه فيه عالميين متميزين كمان متل حضرتك وكتير من الأكيب الموجودين بهذا الإزاعة وأنا لكون صريح معك نحن أولا بلشنا بعيدة المشروع أنا قلت له أنه نحن لحن نكرم صوت لبنان إذا ما وافق صوت لبنان ما هنكرم حدا تاني ما احترام للكل ما احترام للكل أكيد أنا ما احترام للكل مثل ما قلنا صوت لبنان يعني ما بالبيوت ستات لبيوت بالمطابخ كيف ما رأت بتلاقي إذا عم دور على صوت لبنان بالسيارات أوقات نحنا بنسمع نكون نحن حاطين الموجة بنسمع بالسيارات لحدنا الموجة هلأ بالوكبنا الحضارة وصرنا صوت وصورة كمان في ناس صارت عم تواكب الويب تيفي الخاص بصوت لبنان تحيي للإدارة إدارة صوت لبنان اللي ما عم تخلي هالإزاعة تخطير ومثل ما أنتوا قلتوا أستاذ بتشرفكم هذا التكريم نحن كأعلميين كمان يعني نفتخر أنه نحن مرأنا على كراسي وعاستوديوهات وعلى ماكروفونات قعدوا علي قبلنا وصاروا هن كل حدا بمؤسس تاني العالميين الرئيسيين إذا بدك لبياخدوا أهم البرامج هايدي هي صوت لبنان المدرسة اللي عم بحكي عنا مية بالمية مية بالمية ومدرسة وتستمر نحن من فترة عم نعيش حالة بالبلد حالة انهيار تام وحتى بالإعلام يعني أنا من فترة كان عندي كتاب كتبت فيه عنوان من يحمل لبنانيين من الأعلام وجعت نهيت هيد الفقرة بالكتاب كتبت فيها اللبنانيين بيحمل لبنانيين من الأعلام هن الإعلاميين والمؤسسات مثل صوت لبنان نحن بحاجة بمحال انه دايما نضوي على الشي صح وقت اللي بيكون في شي غلط خلال نقول لكلنا عم بيسمعونا وبيتابعونا انه فيكم تسمعونا عبر صوت لبنان مية فاصلة خمسة مية فاصلة ثلاثة عبر الابليكيشن عبر vdl.me بالصورة وعبر صفحاتنا على السوشيال ميديا Voice of Lebanon مية فاصلة خمسة فيكن إزعابيكم تتوصلوا معنا أرقامنا 01-325-3576611-03 أو 05 واتساب صوت لبنان 76611-01 استاذ كمال إذا هيك بدي أسألك بالأول انه يجيك تكريم من مؤسسة مثل مؤسسة أرض المبدعين يلي ما بتكرم إلا المجتهدين والمتميزين هيدا فخر لقلنا تكريم هالعام كيف رح يكون شكله؟ نحنا بلشنا من هذه السنة هذه السنة عملنا احتفالية سميناها سمود وطن نعم وكرمنا فيها مؤسسات كبيرة هي ساهمت أنه هيدا البلد يبقى وهيدا الشعب يبقى واقف على إجراء مثل الصليب الأحمر لبناني نقابة الممرضات الممرضين الدفاع المدنة فوج الأطفاء يعني مؤسسات كبيرة فنحنا جينا شفنا هيدا السنة أنه اليوم الإعلام هو خط الدفاع الأول عن اللبنانيين وصورة لبناني صورة لبنان هو ريادة بهذا الموضوع وهي أساس بهذا الموضوع نحنا اليوم نعرف أنه الدفاع فيه موضيع صورة لبنان وغيره أكيد كمان المؤسسات منحيل كل أكيد أكيد نحنا دافع هذا الإعلام عم بيدوع على إشياء بالبلد على فساد على إشياء غلط بالبلد وهنا عم بيدافعوا اليوم عن المواطن بوقت الدولة عنا قاصرة وعم تتراجع كتير لأورا فنحنا أخذنا أورا بهذا الموضوع وأخذنا أورا أنه يكون عنوان التكريم الأعلام حمى لبنان الأعلام حمى لبنان ونحنا منذكر كنا صغار وكنا بالملاجئ مكتر التحريف في خبرين جديد منذكر ثموت صوت لبنان وإيام يكون الأصف مركز علي وعم يطلعوا الموزيعين والموزيعات يقولوا هنا صوت لبنان صوت حريقة والكرامة هالصوت اللي مسكت فعلا لا بالسلم وبالحرب كنت بدي أسألك لماذا صوت لبنان جوابتني علي فين أقول لك شغلي نحنا دايما بيسألونا هذا السؤال نحنا كيف منختار الأشخاص أو المؤسسات اللي منكرمهم نقول لهم نحنا ما منختار هن بيختاروا حالهم هن بيجبونا نحنا نكرمهم صوت لبنان هو فرض حاله رأم واحد ما بيجعب لك ما رح ضل أحكي بشكل أنه من احترامنا أكيد للجميع هو بيفرض حالك أنه إذا بدك تاخد قراءة أنه إنت بدك تكرم إذاعة بدك تكرم صوت لبنان وبتبلش من هناك إلا اليوم نحكي عليها عننا أستاذ كمال يعني مبسوطين لأن مبسوطين بنا نحكي عن حالنا هالمرة يعني على قليلة فيه أكيد برنامج حافل رح يكون رح يكون فيه شخصيات والليفت وعنجاد أنه هالمؤسسة اللي حضرتك رئيسها واللي أنتو بتشتغلوا فيها لتكرموا الناس ولا تنبشوا على الناس الفعلا بيستحقوا التكريمات بس للي أنا هيك لحظتوا أنه حتى على المسرح مش حضرتكم اللي بتطلعوا تقدموا الجويز مع أنه هذا تعبكم وهذا سمار جهودكم سيدة مدرية نحنا من الأول كان عندنا هدف أساسي نحنا مركزية الدولة هي أساسي عندنا نحنا ولا مرة ما كنا مأمنين بدولتنا نحنا منعرف أنه الدولة مأسرة ونحنا مننتقد كمان السلطة أو بعض المسؤولين اللي بالدولة بس كان خيارنا من الأساس أنه من نحن اللي نكرم مين أنا كمان بكاسينة أطلع أوقف حد مؤسسة كبيرة مثل صوت لبنان وسلمها درع مش هنالك كنا دايما نحنا عم نتعاون مع الدولة اللبنانية ونحنا بعدها الاحتفال عم نتعاون مع وزير الإعلام الوزير مكاري اللي هو لحيكون موجود وهو لحيسلم الدرع لإزاعة صوت لبنان بجعب لك نحنا ننتقد أكيد السلطة بس نحنا هيدا دولة منفتخر فيها منفتخر باللي بمثلها نعطوه بمحل السلطة بأغلب الأحيان أنا معك بجعب لك مثل كتير مؤسسات 100% بس من نحن اللي نكرر مين نحن اللي نقف قدام مؤسسات أو أفراد هن عن جد عن جد عن مالكة بالإعلام أو بغير شي شو هي دي عم تقريح عن أهمية تكريم الإعلام والإعلاميين بهذا الزمن خصوص اللي نحن فيه هالزمن اللي عم بالإعلاميين والمؤسسات عم تكد وتتعب وتشقى الظرف المارئ على كل لبنان مارئ علينا وعا مؤسساتنا العالم بيقولون قوات نيال كون أنتو بالإعلام لا مش نيال لنحن مثلنا مثلكون مؤسساتنا مثلنا مثلكون عم بيحكي بالإجمال عن الكل الظرف مارئ على الكل أهمية تكريم هالقطاع بهذا الزرف اللي نحن فيه نحن هذه السنة تبطعف أنه أعلنوا بيوطي عاصمة الإعلامي العربي مية بالمية نحن بنعرف أنه الإعلام بلبنان هو مش بس هذه السنة هو عاصمة الإعلامي العربي هو الأساس هو الحاضر وهو المستقبل ولا نكون واضحين ما احترامنا لكل الدول وما احترامنا لكل المؤسسات ما فيه مؤسسة عربية ناشحة إلا ما فيه علامة لبنان مية بالمية نحن عم ندوّع هذا الموضوع نحن بس بلشنا بأرض المبدعين كان هدفنا الأساس نحن قلنا لهم هايدي سلطة عملت حرب إلغة ضد الكفاءات بالبلد وعينت محلة أزلام بالإدارات بالنقابات بالمؤسسات بكل شي نحن عم نجي ندوّع نقول أنه لا في عنا مبدعين بهذا البلد نجحوا بكل دول العالم ليه ما بديوا ينجحوا بلبنان لا مش هني بد يديروا المؤسسات وإدارات الدولة لأن نحن نهارت الدولة عندنا وقت فيه كتير دول صار فيها أزمات بس ما نهارت مثل ما نهار لبنان ونحن عمنا المشكلة الأساسية هي بالقيم والأخلاق وحتى بالإعلام خلينا نكون واضحين نحن بنحكي الأمور الصح والأمور الغلط حتى بالإعلام فيه اليوم يعني كلنا عم نشوف شو عم نسمع الكام يوم على التلفزيونات فيه انحضار بشكل مرعب فنحن علينا نضوب دايما على الأشخاص الصح على المؤسسات اللي عم تشتغل صح تنقل لهم هذا الإعلام بدنا وتنقل لهم من كم من حولها حديث لألك نحن من أسبوعين طلبوا مني بجامعة بيوت العربية أنه التقى مع تلميذ كلية الإعلام وكان يقل لهم الشرف التقى أنا وإياهم تنحكي نحن وإياهم أنا أول حديث بتقول لهم انتم مسؤوليتكم تطلعوا على الإعلاميين الصح تتعلموا منهم تاخدوا منهم الموضوع مش موضوع تراند ولو موضوع أنه أنا الناس عم تحكي عني نحن لأ انت اليوم بدأت تكون إعلام انت موجه انت عم بتوجه مجتمع منهار من كم يوم كنا عم نحكي نحن اليوم تخيل ولادنا ما بقى عندهم أمن غزائي شو يعني ما بقى عندهم أمن غزائي كل ولادنا مريضين ما في شغلة بتكلها بتشربها إلا ما مضروبة إلا ما بتفوت فيها على المستشفى إلا ما بتفوت فيها على المستشفى مين عم بيفتح هذا الموضوع ما عم بيحكي عنه لو ما عنا إعلام عم بيدور وعم بيقاتل والأوقات عم بيجبر سلطات القضائية تتحرك عم بيجبرها صدقني لأنه هني لو بيصير لهم ما بيتحركوا كنا ما بعرف وين كنا صيرنا يعني بعض البرامج الإعلامية ومش أغلبة للأسف عم بتكون بمثابة غيرة من كتير البرامج اللي هي عم بتكون بمثابة وضع الإصبع على الجرح صح فالإعلام اللبناني شو نهاقصه طيب إنه ليش ليش مش الكلمة دي يكون عندهم على القليل مساحة ساعة أو ساعتان بنهار لأنه تخصصوا لوجع اللبناني وقلم اللبناني ومرض اللبناني وفقر اللبناني غير القصص التريند اللي حضرتك عم تحكي عنها هي الموضوع بيرجع للشخص بذاته للمؤسسة بذاته مشان هيك نحنا عم نميز وقلنا له ما حدا يزعل منا مش عم نقول فلان أفضل من فلان أو المؤسسة أهم المؤسسة بس نحنا بمحل اليوم إذا بتجي بتطلع على برامج صوت لبنان اليوم حكيت عن السيزة نوال ليش عبود في تير برامج يعني اليوم إذا اليوم بتقعد كل النهارة بتحضر صوت لبنان أو بتسمع صوت لبنان لأنه صار فيك تحضر وتسمع اليوم صوت لبنان تحضر وتسوف فاليوم بتشوف فيه تنوع بالبرامج وعم تحكم مع كل الأجيال من كان من الجيل الجديد جيل الشباب للأشخاص الكبار لكل المواضيع واليوم أنت بمحل معي نحنا دايما منقول له الإعلام هو المدرسة التالتة في عندك العيلة بعدين المدرسة بعدين الإعلام واليوم مسؤولية الإعلامة ومشان هيك نحنا دايما نحنا بالاحتفالية سمود وطن كرمنا وفي البعض سألنا أنه ما فلان معروف أكتر وفلان معروف أكتر وفلان بيحضروا أكتر قالنا له لا نحنا بدنا نكرم شخص بيوصل الصورة الصح مش إنهم يطلع على التلفزيون ويحكي أو الناس تتفرج عليه لأنه هو معروف لا نحنا بدنا يكون مواجه يكون مدرسة يعني في مجموعة إذا بدك برامج لما نكون عن فيه وصل صوتك فيه برامج تأمين وظايف صح فيه برامج سياسية بتواكم الحركة السياسية اليومية في حصاد الأسبوع مع مأسات زكبار مئة بالمئة بالبنان في بلوكان سبت واحد كمان برامج معينة بتلقي الدو على كتير أمور أنية يعني هذا التنوع يمكن الموجود بصوت لبنان مفقود بغير مكان مئة بالمئة مئة بالمئة وبجعب فيه برامج تسليه طبعا كمان إلى جانب هالبرامج اليوم الإزاعة صارت مدرسة بحد زيتها كيف بالمدرسة أنت بتتعلم سيانس وفيزيك ومات اليوم الإعلام صار نفس الشي أنت عم بتوجه كل الجمهور وعم طعا مثل ما قلت حضرتك اليوم بالمطبخ بتسمع صوت لبنان بالسيارة بتسمع صوت لبنان عشية بالليل قبل ما تنام إذا بتحضر برامج صوت لبنان تعرف كيف تعرف أنه في شي بيسليك قبل ما تنام بجعب باللغة نحن بفتل بعد الظهر بسيلي بعض طولنا مساجات نكون على أنا أحب السيارة وعم نسمعكم نحن راجعين من الشغل وعم نسمعكم يعني بتحس هال هال يعني هالاختلاف ب هي هي سميت بعض المحلات تتفرجي مثلا أنه بكذا مكان ست البيت الموظف كل الناس بتوسع بتوسع بصوت لبنان وعندها لأنه عندها على طوال هالعمر عندها مصدائية يعني إذا بدك نحن اليوم اللي بصوت لبنان نحن في حدا قبلنا كتير هيك زرع 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 وطلع هالحصاد الرائع اليوم كل مؤسس حتى اليوم بقى نحكي عن لبنان لبنان الدولة هو شعب ونفس الشي المؤسسات هن إدارة هن موظفين هن إعلاميين وهذا اللي بميز صوت لبنان يعني إذا بدنا نحكي عن كل شخص بشخصه بعتقد يمكن كل شخص بده تكريم صدقنا بدنا نحيي كل اللي مرأوا أكيد وإدارات صوت لبنان بدنا نحيي أستاذ أسعد مارون اللي فوت صوت لبنان إلى عصر الصورة صرنا صوته صورة وكان عنده عنده أناع بهذا المشروع وكان عنده صمود أنه أنا بدي يفوت بهذا المشروع أو أي سأقللي يا أستاذ الإنترنت طول لبنان لا بدي أعملها وأثبت تجربته أنه ناشحة بالفعل بكل مؤسسة أوقات يعني من فترة مش عم نعطي أمثال من فترة كنا عم نحكي عن كاريتاس أنه باميشيل عبود أدخل شي نمط جديد بكاريتاس غير الواجهة كلها أوقات في أفراد معينين بقلب المؤسسات بينقلوا بيعملوا نقلة نوعية وبينقلوا تجربهم الناشحة على على مضمار عملهم وبيخلقوا الفرق صدقنا هات وهي ميزة اللبنانية خليني أحكي شوي عن إذا بدك برنامج الحفل المكرمين شو راح يصير بهذا نهار اللي راح يصير بتسعة شهر زيارة نحن هنبلش من الساعة سبعة على الريد كاربت ولح يكون فيه مقابلات مع كل المكرمين ومع الأشخاص اللي هن جايين يحضروا هذا الحفل يعني تسعة ستة ألف وثلاثة ألف وثلاثة عشر ألف وثلاثة عشر عفوا بمركز لقاء بالربوي لحنبلش نستقبل كل الناس من الساعة سبعة على الريد كاربت من بعده لحيكون لحيبلش يفوتوا المكرمين إن كان مؤسسات أكيد المسؤولين عنهم والمكرمين الأفراد على المسرح بالمسرح لحيكون فيه الأوحات فنية فيه السيز مكسيم شامي لحيكون عم بيغني إشياء أوبرا وفيه السيزة كمان نادين عصاف لح تكون جمان موجودة ومن بعدها لحيكون فيه كلمة لألي وكلمة لمعالي وزير الإعلام ومن بعدها نبلش بالتكريمات وبعدها أكيد دعين الكل على كوكتيل بنفس المركز مشان احتفالا بهذا الموضوع تنشوف حالنا بالأشخاص اللي نحن مكرمين من هم المكرمين بالنسبة للمؤسسات نحن اخترنا أكيد صوت لبنان اخترنا جريدة النهار كمان أكيد جريدة عريقة أكيد والأم تيفي كا تيفي واخترنا مئة بالمئة وبجعب لك أن احنا منحترم كل المؤسسات بس بالنهاية كنا بمحل بدنا نختار من كل قطاع مؤسسة وحدة بالنسبة للمكرمين الأفراد اللي حنكرم السيد سامي كلايب السيد ساكيس نعوم الاستاذة راغدة درغان السيد مونة أبو حمزة السيد جمال فياد في مدية إزاع اللي بن مدية البرابج إزاع الليبناني استاذ ريتا رومي وبيح مبسطنا السيد ماجدة بلغتنا أنه لح تكون معنا كمان بالاحتفال عمنات من أولوسكوب يعني اليوم أنه سيد ماجدة رومي رح تكون موجودة بهذا الاحتفال وهذا شيء بشرفنا صدقني وهذا يمكن مش أنه عم بحكي كمان عن المؤسسة عنها هذا لأنه صاروا الناس بيحترموا هذه المؤسسة وبيحترموا عملها لح يكون في عنا كمان في استاذة جيسيكا طعمة وهي مرشدة إعلامية متميزة وفي عندك المخرج استاذ فادي حداد لأنه حبينا كمان ضوء على الأخراج وفي عندك كمان أكيد ذكرنا استاذ ساكيس نعوم ذكرنا وفي عندنا كمان أين موقع الكلمة أولاين من حي كل المكرمين طبعا بها الاحتفالية اللي راح تصير جائزة أرض المبدعين هي جائزة ربنانية سنوية بلشت بالألفين وتساطعش صح بننتاج بكاسيني جروب وطلعته واخترته يعني لا تبغى الربح ولا تبغى الشهرة ولا تبغى حتى ما بنقبل راعي للاحتفال وما بنقبل راعي للاحتفال خبرني الفكرة ليه يجدتكم وين يجدتكم وليش مقررين تضلوا فيها هيك انتوا لحالكم بدون راعي بدون دعم بدون إذا لدك أي جهة أنا بدعمكم بس أنا بفرض عليكم شروط يمي ما أنت بس تطلع كأني جوابت يعني نحنا ما بدنا حدا لا يطلب مننا حدا ولا يجبرنا بحدا ولا ينزعج من حدا أنا من يومين كنت عم بحكي مع أحد الأشخاص بلا من جيب سيت اسمه فكنا عم ندعي على الاحتفال فقال لي ليه ما نسقته معنا أحد النقابيين فقال لي بلكن نحنا ما ننزيد حدا أو ما بعرف شو قلت له نحنا ما لنا مؤسسة رسمية نحنا مؤسسة خاصة في عندها هدف نحنا الهدف الأساسي بس نعمل الاحتفال بنقول له نحنا عم نضوّع على شخص مشان تعنعطيه مثل ومثال لغيره انه هيك بدنا هيدا الكطاع أو هيك بدنا الإعلاميين لأنه نحنا اليوم عم نحكي على الإعلام نحنا بنعطي نحنا بنقول له حتى لنحنا اللي بنكرمه هي سيرة ومسار الإنسان اللي بينجح هالوقت يمكن تنجح تكون سيرتك مش مزبوطة أو مسارك مش صح نحنا من نقي حتى تكون سيرته ومساره بتشرف تريعطي مثل لغيره خاصة لهذا الجيل الجديد نحنا عايشين بدولة في عندها قيم مبادئ ما بقى فيه خلان تكون واضحين وصاروا الشباب بيعتبروا أو الصبايا بيعتبروا بمحال أنه أنا كيف بدي أوصل لا أنا بدي أعطيه مثل أنه بعد فيه مؤسسة بالبلد بتكرمك وأنت بمجهودك بتوصل نحنا مشان هيك عم ندعم حتى ناس موهوبين نحنا علي عودة شاب عمر 17 سنة أخذ جايزة أهم اختراع كهرباء بالعالم سمينه برا أينشتاين شاب عمر 17 سنة من جنوب شاملت الدولة لبنانية ولا شي ما فتحوا له صالون الشرف تخيل طلب موعد من أحد المسؤولين طبعا نجيب سير طبعا نحكي السياسي اليوم ما استقبلوا ما استقبلوا تيهني صندرا سكر اللي طلعت بطلة الأماماي بالعالم بجعب أقول لك إذا بتحكي عن شباب واضح ملاعب في شباب وصبايا عنا بالبلد مجد هينة وحسن بدران اللي هن اخترعوا ربو اللي هو بيخدم مرضى كورونا بتقللك شغلك كانهم قدمين ما كانت لتلشيحة لمستشفى تلشيحة بس طلعوا لفرق خبروني انه هن الواحدين اللي هو وقفين لا لا لأن الصف الأولاني حطين النايب والوزير ورئيس الحزب ورئيس ما بعض شو رئيس البلدية وهن الشابان المبدعين بقى ضلوا وقفين ما عندهم كراسة ما عندهم كراسة عيب بلد في مبادئ غلط نحن المبدعين هو لازم نحطهم قدامنا ونشوف حالنا فيهم أنا بدي أعبد هولي أنا بدي خلي ولادي يحطوا صور هول مبدعين لو لأرض المبدعين هول أشخاص مين بدي يدوي عليهم ما حدا ليه 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 ما بعفين وقت في أسئلة كبيرة صح انه هولي لو أي دولة تانية يمكن بديقلهم بتاخدهم لعندها بتعطيهم جنسية ومعا هيك عملوا دول خليج عم بيعطوهم إقامة زهبية عملوا إقامات الزهبية بش عم نهاجم حدا عملوا إقامات زهبية بش عم نهاجم حدا بش عم نهاجم حدا بقى نحن تعالف مين وصلونا قد ما زلونا هيدي السلطة وصلونا ما منقدو نحكي ما منقدو ننتقد لأنه إذا انتقد بتصيق أنه في تلاتمئة أربعمئة ألف شاب لبناني أو شابه صبي يعني عم بشتغلوا بقى مش قدرين نحكي بس خلينا بجعب لك عملوا إقامات زهبية كمال بس اللبنانية لأنه بدون إياهم وأنا شو عم بعمل أنا مش عم بتقلوا محال اليوم النجم نحكي معقولة ببلد مثل لبنان خلينا ساك يعني آخر شي بتوصل أنه رئيس جمهورية أنه ولو في عنا طاقات بالبلد يعني مميزة ساهمت بنرمو دول بالعالم في مناطق بأمريكا في منطق اسمها ماساسوتشي زاد أحد الشباب اللبنانية اسمه شار الحنة من كارخة بجنوب زاد النمو 2% فيها عنده مؤسسة اسمها سيدرس فود في شاب لبناني هو اللي عمل شركة الكهرباء بالعراق شركة بتاعتي قد لبنان على 6 مرات يا هاتي مبدعين كيف تتعطوا مع هون ناس نحنا مندعمهم نحنا منساعدهم نحنا منقلهم ما احتيارهم يا الله يا راهم نحنا منقلهم نحنا مش سيمون أسمر يعني نحنا ما منجي مندعم حدا مشان تنوالله نيجي ناخد منه أرباح لا نحنا مندعمه تيوصل لمطح موهو بده ونعطي مثل لغيره مشانات نحنا مع المدارس الأنطونية بلشنا كل سنة عم نعطي منحتين بكل مش كل مدارس أكيد مش كل أرسام طبعا قدر استيعابهم بمدرسة لا يعرب الدكوانة نحنا عم نعطي منحتين مدرسية لطالبان موهوبين منقلهم نحنا يراد فينا نساعد كل الناس لأنه كل الناس بحاجة اليوم بس نحنا منعطي تلميذ موهوبة عم ندعم كرال بكذا منطقة عم ندعم مشاريع بكرا نحنا عم نفتح شيء اسمه بيت الإبداع بلشنا عنا ست فوق على قلنا بيت الإبداع منقلهم ما بدنا بقى نعمل كنيسة خيأنا بيتي كنيستة خلونا بكل ضائعة نعمل بيت للإبداع خليهو الشباب والصبايا نساعدهم تينفزوا أحلامهم لا أكثر ولا أعلم يعني مش ناكي بكل زاوي بنا في مبدع بكل زاوي بكل محاجة وانتو بهالمؤسسة العريقة الكريمة اللي عمرها صغير للأسف عم تشغل شغل دولة شغل كبير مفروض الدولة تكون حد تكون وتكون عم تساعدكم وتكون عم تساندكم لأنه فعلا الضحكة هذه هذه هي الجواب هذا هو الجواب الدولة تكون شاففية بأرض المبدعين هاي كلنا نرجع بنوجع رأسنا اليوم نحنا بدأ ننبسط ونسرع أنا أتقبل كل الانتعادات برحابة صدر بس نشكر الله كل الاحتفالات اللي عملناها اليوم ولا حد اللي بدي أسألك سؤال مين اليوم إذا بدك تكرب صوت لبنان مين هو أي شخص اللي حيتعي إليك لاي صاحبنا مين بيسترجع يعني ولي حقلك شغلة إذا أنا اخترت حدا تاني صار يبكون أنا بدل لك لاي مش صوت لبنان 100% صح بيجعب إليك مش هناك نحنا وقت البلشنا كنا عم نحكي مع المؤادرة جريدت النهار وقت البلشنا عم نحكي نحنا وياهم وقت بلغتهم بشكل واضح قلتلوا إذا مش جريدت النهار مو حدا تاني مش لأنه الباقيين بالعكس منحترمهم يعني هدا السنة خلينا نكون واضحين يعني ما بده وبالعكس إن شاء الله الباقيين مثل ما بيقولوا يشتغلوا على حالهم ويصيروا ويوصلوا ونحنا بنشوف حالنا فيهم وبنمبسط فيهم أكيد الجائزة تقدم مرة واحدة يعني ولا لأ بيجوز غير سنوات غير مؤسسات غير أفراد غير نحنا بنعملها مرة واحدة بالسنة بس أوقات مثل هذه السنة نحنا من سبع شهور منا احتفالية صمود ودن لأنه حسنا بمحال بيقول لك شغل وضع البلد اللي قطع فيه ما في دولة بالعالم قطع فيها نحنا ولا حدا إجا شكرنا قربط للممرضات وللممرضين عالشين اللي عملوه بكورونا الصليب الأحمر اللبناني بتعرف أنقن يعني نحنا عنا مؤسسات كانوا الصليب الأحمر اللبناني حرام يبعطوهم معهم كورونا يحطوهم عنا بالمؤسسات لأنه مشاديين يناموا معاهم ببيوتهم ولو ما حدا بيشكرهم يعني بيجع بيقول لك ما أنت عم تحس حالك بمحال أنه في حدا بدك تقول له شكرا اليوم الإعلام اللبناني نحنا في لحظات أنت بتعرف من فترة أكيد بتعرف السيزنة أنه نحنا ولادنا كانوا عم بياكلوا دجاج فاسد قول لهم فاسد وما يفاسد ودوى فاسد لو ما الإعلام دوى على الموضوع إحنا كنا بعضنا أولادنا عم بياكلوا عم بيشربوا هاك مية بالمية بيجع بيقول لك أنا بالقليلة اشكر هيدا الإعلام وقل له أنا بيشكك أنت خط الدفاع الأول أنتوا اللي عم بتدافع عن البلد طيب يبقى بلد أنتوا عم تبدوا مستقبل لأولادنا طيبوا بهذا البلد أستاذ كمال بكسيني نحنا ما نشكر وجودك بصوت لبنان شكرا على هيد اللفتي ونحنا حبينا نعمل هالحلقة مش لصوت لبنان فقط لصوت لبنان لكل المكرمين بعيدة التاريخ 9-6-2023 بمركز العرب المبدعين بالمركز لقاء برابوت نعم شكرا لك أستاذ كمال يعني أنا من الأشخاص اللي كانوا يحلموا أنه يفوتوا على صوت لبنان كنت أنا وصغير اسمعوا واسمعوا شو يحكوا فيها وكنت اتقلدهم بالبيت دارة الأيام ستواحد فرد من أسرة صوت لبنان بدي حيي كل حدا سمحلي وعطاني الفرصة فوتوا على صوت لبنان بدي حيي كل أسرة صوت لبنان اللي بيطلعوا قدام الهوا بيطلعوا بالصوت وبالصورة بدي حيي الكتار اللي بيشتغلوا خلف الكواليس هنه جنود مش مجهولين هنه جنود معلومين لأنه شغلهم بيحكي عنهم بدي حيي لإدارة صوت لبنان اللي بتقامن بكل فرد موجود وبيطلع على هوا صوت لبنان أو بيشتغل أي شغل كانت بالصوت لبنان ما في شغل صغير في فريق عمل بيقدم صورة حلوة عن الإعلام اللبناني وهيك بتكون انتربيو نتهت لليوم نلتقي معكم بفقراتنا وبررجنا المؤررة حتى نلتقي تضلوا بخير موسيقى